السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي صديقاتي وتتبعي قناة أخوكم مرحبا بكم في شرح من شروحاتنا التي تعودتم عليها دائما نهر اليوم أردت أن أتطرق معكم إلى شرح جديد ودائما فيما يخص الهواتف النقالة أو هواتف الأندرويد بصفة خاصة تابعتم في الشرح الماضي كيفية تحديد مكان هاتفك المسروب أو الضائع وكيفية حذف معلوماته وكذا غير في حنبو أما اليوم فقط أردت أن أقدم شرح آخر لأن هناك أصدقاء من يقول بأن الطريقة السابقة لا تنفع إلا في حالة وجود واي فاي أو 3G أو حتى 4G ولكن شرح اليوم يختلف قليلا كما تلاحظون في العنوان تحديد أو تتبع مكان الهاتف فقط عن طريق شبكة الاتصال يعني أنه يمكنك استعمال هاتفك وكيفية قطعة GPS لتحديد مكانه وهذا فقط عن طريق شبكة الاتصال مثلا أنه في الجزائر سواء كانت بشريحة جيزي أو موبيلس أو أريدو المهم أن تكون بشريحة اتصال وأن تكون لديك بعض المعلومات الموجودة في الهاتف تأخذها وتقوم بحفظها أو تذكرها في مذكرتك لاستعمالها في حالة أرد ذلك كل ما سوف نحتاجه هو موقع موقع وتطبيق على الهاتف الموقع هو للتتبع أو للجي اسم تراكينج أو جي بي اس تراكينج أو سي دي اما تراكينج يعني تقوم بتتبع الجهاز عن طريق الجي بي اس أو الجي اسم أو ثريزي وحتى الفورجي كما قلت سابقا يعني سوف نقوم بتثبيت التطبيق على الهاتف التطبيق يقدم لنا معلومات تلك المعلومات نقوم بإدخالها في الموقع وهذا الموقع سوف يحدد لنا مكان الهاتف على الخارجة هناك من سيقول بأنها طريقة للتجسس نعم تعتبر طريقة للتجسس ولكن إذا أسأت استعمالها ولكن تعتبر أيضا طريقة مفيدة في حالة كنت تريد تتبع ابنك الذي يدرس في المدرسة وتخاف عليه من الإختطاف أو أن يذهب إلى مكان لا أدري أين هو ولكن يمكنك استعمال الهاتف الذي يحمله معه بتحديد مكانه يمكنك كذلك أن تقوم بمراقبة شخص لأدري أنا إن كان معريض أو فقط ما يحمل الهاتف معه يمكنك تحديد مكانه لنمر مباشرة الموقع سوف تجدونه في الوصف تجدون الموقع في الوصف كما تلاحظوا هذا هو الموقع cellfontrackers.org وهذه الخانات وهذه المعلومات التي سوف نحتاج إليها الموبيل كونتري كود والموبيل نتورك كود واللوكيشن آريا كود ثم السيل آيتي وهذه الخارطة التي سوف تحدث لنا المكان المعلومات التي سوف تقدمنا سوف يطبقها لنا برنامج cell IDM الذي سوف نقوم بتثبيته منه Play Store ولنمر مباشرة إلى الهاتف يمكنك الآن الدخول إلى Play Store وكتابة Cell ID تقوم بكتابها تضغط على الخيار الأول الذي يظهر تقوم بتثبيته أنا ثبتته من قبل سوف أذهب مباشرة لفتحه أقوم بفتح التطبيق وسوف تظهر لي هذه المعلومات كما تلاحظونها قمت بإخفاء الأرقام فقط سوف تقوم بنقل هذه القيم هذه الأرقام تقوم بنقلها إلى الهاتف مباشرة يعني لما تقوم بنقل هذه الأرقام إلى الخريطة سوف يعطيك مكانك بالضبط أو مكان هاتف الشخص الذي تريد الوصول إليه حسناً نعود إلى الموقع ونقوم بإدخال هذه المعلومات بالنسبة لي أنا الموبل country code سوف أقوم بكتابة ثم network code هو في الجزء الجزء هي 2 ثم location area code location area code ثم cell id بعد كتابتها والتي قدم لنا البرنامج تقوم بالضغط على track it أو تتبعه حسناً كما تلاحظون هذا هو مكاني بالتحديث يمكنني عمل زوم كما تلاحظون هذا آخر مكان توجدت فيه آخر مكان توجدت فيه أنا هو صحيح مئة بالمئة بعض الأصدقاء سوف يعرف هنا مكاني نعم إذن هذه الطريقة يمكن أن تفيدك في تحديد مكان أحد أصدقائك أو لا أدري أنا أبنائك أو أي شيء أو أي شخص آخر أو أي جهاز تكون مثلاً نسيت هاتفك في سيارة أو لا أدري أو أي شخص آخر هذه المعلومات هي التي تهم احفظها أو قم بكتاباتها في أجونداتك لا أدري أنا لكي تحتاجها ربما سوف تحتاجها وهناك الكثير أنا متأكد بأن هناك الكثير من من سيحتاج هذه الطريقة الطريقة تعمل فقط عن طريق GPRS عفوا GSM و CDMA أو 3G ولا تحتاج إلى واي فاي أو غيرها يعني فقط شريحة موجودة في الهاتف يعني هذه الطريقة تعمل عن طريق أبراج الاتصال أبراج الاتصال موجودة في الطريق والتي تستعملها أنت لربط اتصالك في الأصدقاء وأجراء المكالمات هذه هي الطريقة أتمنى أن تكون بسيطة وسهلة وأن تكون مفيدة إن شاء الله لا تبخل علينا بالإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء إن كانت هذه أول مرة تشاهد فيديوهات محسنة على اليوتيوب فرجاء رجاء لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة نشكر جميع من يرسلنا ومن يدعمنا كان هذا أخوكم محسن إلى اللقاء مرة أخرى إن شاء الله والسلام ترجمة نانسي قنقر